معرض صحافة من قناة الشروق الإخبارية السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم نستهل مشاهدين معرض الصحافة لنهار اليوم بأهم العنوين التي جاءت بها يومية الشروق صدر صفحتها الأولى خصصته للوضع بقطع غزة شهادات مروعة في غزة وفي عنوان آخر فيما يخص الشأن الوطني زيادة الأجور وتقليص الضرائب مطلع 2024 والحديث عن برنامج طموح لتعزيز المكتسبات الاجتماعية للمواضن في الاقتصاد وعلى رأسي الصفحة الأولى مصنع فيات يدخل الخدمة وعين الجزائر على التصدير مستقبلا في تفاصيل هذه اليومية يأتيكم هذا المقال وتطالعون التفاصيل التالية إذن عادت يومية الشروق لهذا الموضوع تثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية مطلع سنة 2024 أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه من المنتظر أن تتعزز السياسة الاجتماعية لدولة في الفترة القادمة بفضل تجسيد التدابير المتعلقة بتثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية ابتداء من مطلع سنة 2024 وتطرق الرئيس عبد المجيد تبون الاثنين في كلمة وجهة إلى المشاركين في المنطقة الدولي تحت شعار مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية بالمركز الدولي للمؤتبرات عبداللاطيف رحال القاهة الوزير أو النذير العرباوي إلى النتائج الإيجابية المرتقبة عقب دخول المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار حيث التنفيذ واستكمال تفعيل مختلف الآليات المعنية بمرافقة المستثمرين فضلا عن التقدم الحاصل في تجسيد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لتثمين الموارد المنجمية وتطوير البنية التحتية عبر مختلف ربوع الوطن تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ضمن يومية الشروق اخترنا لكم أيضا مقالا آخر هذه المرة عادت اليومية إلى ضغط اليمين المتطرف لتدارك فشله في إسقاط اتفاقية 1968 حيث شرعت الغرفة السفلة للبرلمان الفرنسي الجمعية الوطنية في مناقشة مشروع قانون الحجرة الجديدة الذي يشغل بالجاليات المهاجرة خوفا من نجاح اليمين واليمين المتطرف في ترك بصمتها عليه بالرغم من أن هذا القانون مصدره وزارة الداخلية في حكومة معينة من قبل الرئيس إمانويل مكرون ووسط صراع محتضا بين العائلة اليمينية ونظراتها اليسارية التي انتقفان على طرفين قيضة يبدو وزير الداخلية جغاغ موسى داغمان حائر في التوفيق بين الطرفين تحت تهديد فشله في تمرير المشروع الذي تعتبره الحكومة حيويا من أجل حل الكثير من المسائل العالقة ونسيما تلك المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين تفاصيل أكثر مشاهدين ضمن يومية الشروق الخبر من بين اليومية التي اخترناها لكم اليوم بمعرض الصحافة تعود للوضع بمالي وتعنون أزمة مالي مقاربة الجزائر بوابة الاستقرار في عنوان آخر الشر القادم من الإمارات إلى الجزائر ثم سودان أسفل الصفحة الأولى مشاهدين فيما يخص الوضع بقطاع غزة إعظامات وتعذيب للنساء والأطفال أما في الشأن الوطني تأتيكم هذه العنوين الهامشية حيث عادت اليومية إلى معالم المنظومة المصرفية في الجزائر ورقمنت قطاع الصحة رقمنت القطاع 100% نهاية العام الجارية المساء حاضر أيضا مشاهدين بمعرض الصحافة وجاء في صفحتها الأولى سكوت الإنجازات تتحدث بكاسب اجتماعية بالجملة والمواطن أولوية الأولويات على رأسي صفحتها الأولى الزيادات في الأجور وتقليص الضرائب مطلع 2024 عنوين هامشية أخرى الجزائر مستهدفة وصيانتها مسؤولية الجميع في عنوان آخر أربع سنوات من الاستقرار والتجديد متعدد الأبعاد في التفاصيل يأتيكم هذا المقال ويمكنكم الاطلاع على نيالية تتشين فيات الجزائر وتسليم أول سيارة بالمصنع حيث أشرف وزير وصناعة وانتاج صيدلاني علي عون أمس رفقة نائب الوزير الإيطالي للمؤسسات والرئيس المدير العام لمجمع ستيلانتيس الإيطالي على تتشين مصنع فيات الجزائر بمنطقة طفراوي بوهران مع تسليم أول سيارة فيات 500 منتج محليا بالمصنع الذي يعد الأول لإنتاج السيارات بالجزائر بطاقة إنتاجية تقدر في مرحلة أولى بخمسين ألف سيارة سنوية لترتفع إلى تسعين ألف سيارة في أفاق ألفين وستين وعشرين اخترنا لكم أيضا الصفحة الأولى من الموعد اليومي ويمكنكم مشاهدين قراءة هذه العنوين الرئيسية حيث عرونت الموعد الطابع الاجتماعي للدولة مبدأ ثابت خلده بيان أول نوفمبر في عنوان رئيسي بالمنط الأحمر وتطالعون أيضا رصد ميزانية بقيمة ثلاثمائة وخمسين مليار دينار للتكفل بالزيادات وعنوين أخرى الجزائر تمتلك كل المؤهلات لتجعلها قطبا صناعيا بامتياز هذا ما أكده وزير الصناعة خلال إشرافه على تجشين مصنع فيات بولاية وهران مظاهرات 11 ديسمبر 1960 محطة لاستحضار انتصار الشعب الجزائري أو انصهار الشعب الجزائري في مواجهة المستعمر في التفاصيل اخترنا لكم هذا المقال ويمكنكم الإطلاع على ما يلي رصد ميزانية بقيمة ثلاثمائة وخمسين مليار دينار للتكفل بالزيادات حيث وعطت الوزارة الأولى الضوء لوزارة المالية لشروع لصب الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية لفأيذة الموظفين بداية من جنفي 2024 المتجاوز عددهم 2.8 مليون عامل موزعين على مختلف قطاعات الوظيف العمومي وحسب وثقة وقعها ديوان الوزير الأول وجهت الوزارة المالية بخصوص الزيادات المقررة في رواتب الموظفين بعنوان سنة 2024 في طار تجسيد التزامات الرئيس الجمهورية القاضية بتحصيل القدرة الشرائية من خلال الزيادة في رواتب الموظفين على مدى سنتين 2024 2023 وتطبيقا لتعليمات الوزير الأول تقرر الشروع في دفع الرواتب المتضمنة الزيادات المقررة بعنوان سنة 2024 ابتداء من جنفي من نفس السنة تفاصيل أكثر مشاهدين حول هذا الموضوع هذه الزيادات في الصفحة الثانية من يومية الموعد الغد الجزائري تعنوين صدر صفحتها الأولى كالتالية 24 تثمين الأجور وتقليص الضرائب أبو ظبي تجني ثمار تدخلاتها في الدول العربية وعلى رأسها صفحة الأولى وفي الشأن الإقليمي إكواس تعترف بالمجلس العسكري في النيجر وعنوين أخرى مشاهدين أسفل الصفحة الأولى الإنثلوانزة الموسمية هذه السنة قد تكون أخطر من كورونا حسب المختصين إضراب شامل يعم العالم وعنوين أخرى تطالعون مشاهدنا في تفاصيل هذه اليومية هذا المقال الذي اخترناه لكم ويأتيكم بهذه التفاصيلة اعترف رؤساء دول غرب إفريقيا رسميا بالمجلس العسكري الحاكم في النيجر لكن مع بقاء العقوبات لحين شروع المجلس في تبني خطوات لفترة انتقالية قصيرة وصولا إلى حكم مدني تقول يومية الغدر الجزائري وكانت دول غرب إفريقيا قد فرضت عقوبات عن النيجر بعد انقلاب الجويل على الرئيس محمد بازوم المدعوم من فرنسا وقال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال اجتماع الكتلة في العاصمة النيجيرية ان إفريقيا او ان ثريقا من رؤساء الدول سيعملوا مع المجلس العسكري للاتفاق على برنامج انتقالي قصير بخلاف السنوات الثلاث التي اقترحها المجلس العسكري الحاكم في وقت سابق تفاصيل اكثر مشاهدين ضمن يومية الغد الجزائرية فيما يخص الصحافة العربية فاخترنا لكم الصفحة الأولى من يومية القدس العربي وتأتيكم بعديد العنوين غزة مجازر واقتحام مدارس تضم نازحين ومصر على خمسة أسكريين إسرائيليين في كمينا للقسام عنوين أخرى مشاهدين استشهادوا أربعة عناصر من حزب الله في قسف إسرائيلي على محيط دمشق وعنوين أخرى ضمن هذه الافتتاحية في التفاصيل تعود اليومية إلى الاحتفال بذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 بيالجزائر وتكتب ذكرى مظاهرات ديسمبر 1960 مناسبة ثورية في الجزائر تذكر بوعد التحرير في فلسطين حيث احتفت الجزائر بذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 التي خرج فيها الجزائريون مطالبين بالاستقلالية التام بعيدا عن مشاريع الضم والإدماج في أجواء خاصة بسبب ما يحدث في غزة من عدوان وتشابه مصارات الكفاح بين شاب جزائري في الماضي ونظره الفلسطيني اليوم تفاصيل أكثر مشاهدين حول هذا المقال تطالعونها ضمن يومية القدس العربي أما فيما يخص الصحافة الأجنبية فاخترنا لكم الصفحة الأولى من يومية الموند الفرنسية وعادت في عنوان رئيسي إلى قانون الهجرة وقالت الحكومة تمتحن اليوم فيما يخص قانون الهجرة بهذا مشاهدين نختم وإياكم معرض الصحافة لنهار اليوم شكرا على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء